جنرال لما توصلنا معك قلت لنا أنه مروان محفوظ كان أمين سر وديع الصافي صح شو بتقصد بهالشي صح لمن تعرف عليه وقعد ومبسط فيه وديع وشايفه أنه واعد صوت واعد يعني فيه مستقبل إلو ونفسيته حلوة إبن ضيعة وعنده هكي العنفوان وعنده الصدق كان صادي نعم قال له حبيب القلب هيدا بيتك ولكن أنا بدي أقول لك شغلي مروان أنا رأى عرفك على عزيزان غاليان علي كبار هني عاصي ومنصور مثل معامل بغيره يعني هو اللي عرفه على أخبان رحباني قالوا رأي بعتك لعند خي عاصي وخي منصور كان عيد كمان لعاصي ومنصور إخوتي نعم لأنه كانوا بالفعل مع بعضهم دائما وهني عندهم الفرقة الشعبية اللبنانية المهمة العظيمة اللي عايش في التراث اللبناني رح أحكي معهن وأنت بتكون عندهم بالفرقة نعم ومن هالفرقة هايدي اللي فيها بعدين سامير ياسبيك اللي فيها الكبار الكبار كان صبر الشريف بس عاصي ومنصور من الأساس بقى رح حطك عندهم أماني بتضل أنت شو هامسة الوصل بيني بيني وبينهم أوكي من هالمنطلق أنا قالوا أنا ما عندي فرقة يعني أنا وديع شخصي بس أنا وإياك منضل شو على تواصل على تواصل حكا مع عاصي الله يرحمه يعني قالوا خي بعت لك شاب بعده بكر تازة وجدع وأبا داي وابن ضيعة استقبلوا وحطوا عندكم لأنه ببيض لوج وهذا اللي صار هلأ صار شو ما بدون عاصي ومنصور من وديع يبعتوا مين مروان يبعتوا مروان شو ما بدون وديع من عاصي ومنصور يبعتوا مروان الكبار يبعتوا مروان وبقي مروان الحافظ الأمين والأمين الكبير له العمالقة هوا وما بعمره أبدا غدر بأحدا كان دائما دائما وفير حتى اللي أنا بعرفه قال لي اللي خيي إلي نحنا ثلاث سبيين ومروان هو خينا الرابع خينا الرابع